يواصل مكتب كربلاء الانتخابي استعدادات هي لإجراء الانتخابات الدورة الجديدة من مجلس النواب العراقي والمقرر إجراءها يوم 12.05.2018 بالنسبة للتصويت العام ويوم 10.05.2018 بالنسبة للتصويت الخاص حيث تم تهيئة 244 مركز اقتراع عام لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات القادمة ويقوم المكتب بحملة تثقيفية وتوعوية كبيرة جدا في أرجاء المحافظة للتعريف الناخبين بعملية المشاركة بالانتخابات والإدلاء بأصواتهم بصورة صحيحة حيث تم التأكيد على أن الناخبين الذين استلموا بطاقاتهم البيومترية الجديدة التي تحتوي على صورة الناخب بإمكانهم المشاركة بالانتخابات القادمة بسهولة وهناك فئة أخرى من الناخبين الذين حدثوا بياناتهم ولم يستلموا البطاقة الجديدة وأخذنا بياناته وبصماته البيومترية وبقى محتفظ بالبطاقة القديمة ولم يراجعوا لاستلام بطاقته الجديدة هذه الفئة حقيقة تضم عشرات الآلاف من الناخبين ونحاول أن نصل إلى أكبر عدد منهم ونبلغهم بأن عملية مشاركتهم بالانتخابات ستكون مستحيلة بوضعيتهم هذه يجب عليهم مراجعة مراكز التسجيل لاستلام بطاقاتهم الجديدة كون الأجهزة التحقق الإلكترونية قد خزنت معلوماتهم البيومترية الجديدة وتم إلغاء بطاقاتهم القديمة عليهم مراجعة مراكز التسجيل التي تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً لاستلام هذه البطاقات لضمان مشاركتهم بالانتخابات ولكن الناخبين لم يحدثوا بياناتهم ولم يراجعوا مطلقاً لمكاتب المفوضية أي أنهم يحتفظون بالبطاقات الانتخابية القديمة التي لا تحتوي على صورة هؤلاء أيضاً بإمكانهم المشاركة بالانتخابات القادمة من خلال جلب مستمسك ثبوتي آخر مع البطاقة الانتخابية